ثم انتقلنا الجزء الثاني للمتتالية توقعات دينا يجعلون المتتالية هاداسية يجعلون المتتالية حسابية كيف يمكنك تشبه التواعي؟ سواء طرنة هاداسية سواء طرنة حسابية ندير احتمال خمسة الأسئلة ونطبقوهم كامل إن شاء الله إذا سنشوفوا واحد جوجة للمتتالية فيهم كسر واحدة سيقولك بيها هاداسية واحدة سيقولك بيها حسابية سوف نحاول الخموم بالتوازي ونستعمل القوائد التي لدينا في الدرس إذاً إذا كنت تريد أن تكون هذه المتتالية هاداسية كيف تشبك فقاعدة؟ قلم جيد كيف تشبك تحسب V-A زائد واحد وتحصلها تساويك مضربة في V-A عند رجل خدمات حساب وتعمير حساب تحسب V-A زائد واحد والتعمير تعمليه في الأخر نبدأ بالمرحلة الأولى حساب V-A زائد واحد إذاً 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 نحسب نحسب V-A زائد واحد كمشي V-A ديك N تزيد عليها واحد وحتى هاد N تزيد عليها واحد ناقص واحد جوج U-A تزيد عليها واحد ناقص واحد ثم نحسب V-A زائد U-A ونعوضها بالقيمة التي تكون في الجزء الأول لكي تكون لديك كبير هذه U-A زائد واحد القيمة ديك N تزيد عليها ناقص واحد على جوج U-A ناقص واحد للتحت ستعود U-A زائد واحد بالقيمة ديك ومعها نضرب في الجوج تجعل الجوج الجناب تقوم بالضرب ناقص واحد إذاً 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 نحن نضيفه خاصة لتوحيد الماقام واحد رب حرق يتحج منه واحد الماقام في الماقام جوج اوان هذا العدد كامل يتضرف واحد كي يبقاه هو نفسه ناقص واحد في جوج اوان هي جوج اوان بالنسبة للتحت ما نوحدش الماقام تنتخلص من هات الجوج هذا الضرب الضرب كنضرب البسط في البسط الماقام في الماقام لأن جوج اوان حسنًا نجد عدد الماقام في الماقام سوف تضرف 3 اوان سوف تختلف 6 اوان وتضرف ناقص واحد تستطيع ناقص جوج الخاصة بالرياديات بمثابة قوس لان الخاصة باللد سوف نضرف جوج واحد ستضرف جوج اوان ويقع جوج اوان يجب ان ناقص واحد وعندما تم إجراء المقام تعطيل مرة أخرى المقام في المقام جوش أم يقوم بطريق الريلي ناقص لك جوش أم الفق ستقوم بإجراء السوداء جوش أم 3 أم جوش أم هى أم 1 سوف تكون لك عمليات اختزال لكي تكون لديك VL زائد 1 تساوي الفوق UN ناقص 1 التحت UN ناقص 1 UN ناقص 1 هذه المرحلة الأولى هي كل شيء وحسب قبل كسدي المرحلة الثانية هي التي نقول لها تعميل لاحظ معي المزيد المرحلة الثانية تعميل دقشة الاسباس سوف نحاول نعمل في الكسر من أن نقول لك تعميل؟ يعني ستعمل لنا في البصد و ستعمل لنا في المعقب هذه المشكلة ما هو العادل الذي ستعمله سهلا هذه VN زائد 1 وهذه VN هنا المعامل واحد وهنا المعامل واحد واحد مقصوم على واحد هي واحد يعني سنعمل فوق بواحد VN زائد واحد ننزل المعقب المعامل الأربعة المعامل جوج هذا مقسم الكبير على الصغير أربعة جوج أربعة مقصومة على جوج هي جوج سنعمل لتحت الجوج هذا يأخذ من التعميل من أن نعمله بواحد و سنعمل و سنعمل و سنعمل و سنعمل كل واحدة في هذا ستقسم على جوج أربعة UN تقسم على جوج هي جوج ناقص جوج تقسم على جوج هي ناقص واحد لاحبت هذه المعامل في ذلك المعامل أربعة 1 تسبب واحدة على جوج هذا المعامل يجب أن تجد كيف يتعلق هذا المعامل ما الذي يتكادره هو أنه يتكادي أيضا يعني هذا المعامل وهذا قاعدة حسبت ذايد واحد وعملت وقيت ذايد واحد كتساوي واحد على جوج ذايد غامب لك إذن ذايد متتالية هندسية أساسها كي تساوي واحد على جوج إذن هذه خدمة المتتالية الهندسية جوج مراحل نحصل ونعمل أما بالنسبة للمتتالية الثاني إذا تحطت لي متتالية حسابية عندهم نفس البداية يعني هذه خاصة نديروا حساب V1 زائد واحد يعني سوى هندسية سوى حسابية كي بدأوا بنفس المراحل حسبتي في V1 زائد واحد والطالب الذي حسبتي فيها في V1 زائد واحد هنا سوف نحصل فيها في V1 زائد واحد سوف نحصل في V1 زائد واحد وفي V1 زائد واحد وفي V1 زائد واحد كسر كبير سوف نحصل في V1 زائد واحد سوف نعوضها بالقيمة لها في الجزء الأول واحد على جوج ناقص U1 ناقص جوج واحد على جوج ناقص U1 ناقص واحد إذن فباب قليها توحيد المقام المقام الموحد هنا هو جوج ناقص U1 حلكين واحد واحد في واحد هي واحد ناقص جوج سوف نضرب بفاش جوج ناقص U1 نفس الخدمة التي تحصل المقام الموحد جوج ناقص U1 واحد في واحد ناقص واحد سوف نضرب جوج ناقص U1 أو ثاني سوف نضرب اقتزال لكي تبقى V1 زائد واحد هي واحد ونضرب نشر ناقص جوج ناقص 4 ناقص جوج ناقص U1 زائد جوج U1 التحت سوف تكون ناقص واحد ناقص جوج ناقص ناقص واحد في ناقص U1 زائد U1 تساوي 1 ناقص 4 هي ناقص 3 سوف تكون زائد جوج U1 نصبق U1 و 1 ناقص جوج هي ناقص واحد إذن انت حسبت V1 زائد واحد القاعدة للحسابية تختار فعلا للهندسية قرأ الحسابية تقول لك إذا حسبت V1 زائد واحد سوف تقوم بعملها استرحة V1 زائد واحد ونقص منها V1 ما سوف نقص V1 زائد واحد ناقص V1 ونقص كسر ناقص كسر V1 زائد واحد سوف نضرب ترتيب عادي جوج U1 ناقص 3 ناقص والدراري ضروري من الأقوص حيث هذا الكسر بمثابة قوس مع مسبوق بناقص نغير الإشارة تولي ناقص U1 زائد جوج كسر U1 ناقص 1 جوج U1 ناقص U1 هي U1 ناقص 3 زائد جوج هي ناقص 1 ولاحظ ما هذا بمزيلا V1 زائد 1 قسم منها V1 أي عدد تقسم على نفسه يأتيك 1 يعني إذا بنت V1 زائد 1 ناقص Vm أعطيتك 1 وهذه هي القاعدة التي كتبت في الدرس إذا V1 زائد 1 ناقص Vm أعطيتنا عدد سنقول إذن Vm متتالية حسابية أساسها R لذي خرجنا 1 سنقول R يساوي 1 إذا هذه خدمة الهندسية والحسابية أما بالنسبة للسؤال الثاني سوى هندسية سوى حسابية من سيقول لنا أكتب Vm لدينا قواعد تتصر سيكون قضاء حرفيا هذه المتتالية الهندسية التي تظهرناها من سيقول لنا أكتب Vm وقرأ قواعد لديك جوج هذه القواعد ستعرض لنما تكون لذي أن ن ينتمي إلى ووحدة ستعرض لنما تكون لذي أن ننتمي إلى نجمة نحن التمرين لدينا لأن ننتمي إلى ن إذن العلاقة التي سنقوم بها هذه V A تساوي V0 فوى Q على قوصص M على فرمضة حضيتها وهذه هي المتتالية هذا سير Q حسبناه و قيناه واحد على الجوج من بيناه هذا سير قيناه الأساس واحد على الجوج ولكن V0 ما عنديش و عندما ترونت نقوله série号 F0 و سنقSiěت فى 0 اداف جميعا عودة حدث و سنتعود حدث V سيبد eure سراء فعود sam Kate لا تنسى tern في المحتاجين ضادت فهو الكاحور مع Kn إذا جوج ناقص واحد على جوج في جوج ناقص واحد كاركوز ستحسب بها هي واحد على ثلاثة عندك فيزايرا أو عندك كوب سأليتي تطبيق عددي فيان هي واحد على ثلاثة في واحد على جوج دلالي ضروري من الأقواس الكل أسأل هذه خدمة فيان بدلالتها نفس السؤال ولكن تحقص متتالية حيثا فيها قرار قوائل ديالله تهوجه ما قوائل؟ واحدة آن كتنتعمل آن و واحدة آن كتنتعمل آن مجمع عندنا آن تنتعمل إلى آن هذه القاعدة التي في الدرس نضعها فآن كتساوي فآن زائد آن في آن يعني انتغير قد تحط لها القاعدة لك صافي وكتبت حسب أر بيناها هي واحد مني بيناها حسابي القيناة الأساس واحد أما ديك فيزايرا كيف ما حسبتها؟ أنتبه نفسين شيئا współغلا وكتب أحدها مثل جوش يعني السؤال ليس شيء صعيب عبارة عن قوائم أما بالنسبة للسؤال الثالث سأكتب U-N بدلالة M هذا ليس قاعدة لأنه يتضم بطريقة سأكتب لك المراحل وهذا السؤال سأكتب نفس الطريقة بحال أعطاني هذه الدرسية بحال أعطاني حسابي لأنه ليس قاعدة بطريقة سأكتب المراحل لأنه ليس قاعدة لأنه ليس قاعدة لأنه ليس قاعدة إذا أريد أن تقصد U-N بدلالة M أول شيء سأضع العلاقة لأنك تربط بين U-N و V-N سأكتب المراحل في الدرس كتبت المرحلة الأولى أضع جودة الطرفين هذه المرحلة الأولى أضع جودة الطرفين في الوسطين هذه بحالة تحتملها أحد هذا العدد أن يتضرف أحد و هذا العدد سأضع جوج U-N-1 إذن V-N سأضع جوج U-N-1 هنا بحالة أحد سأضع جوج U-N-1 ثم كتبت المرحلة الثانية سأضع جوج U-N سأضع جوج U-N-V-N سأضع جوج U-N-V-N ناقص U-N-1 تساوي U-N-1 ثم لك سأضع جوج U-N-1 لن يتضع جوج U-N-1 يمكننا الإشارة و ناقص واحد بقى فلصه مقرب شليل. المرحلة الموالية كي نقولك عمّل ب-U-N. ستفقى إلي عملت ب-U-N بحلقة غير تحييدها. ستفقى جوج V-N و دل حييتيك يبقى فلصه واحد. و ناقص واحدة. في مرحلة الموالية كي نقولك عمّل ب-U-N. ستفقى جوج V-N-1. هذه هي المرحلة الموالية. عندما تظهر المرحلة الموالية. لا تنسى أننا عندنا لدينا واحدة معلومة تقولك V-N كالساوي. واحد على ثلاثة في واحد على جوج أسئل. هذه معلومة أدنى. هذه هي السؤال رقم جوج. معلومة للقائل السؤال رقم جوج. كنت تأخذ هذه المعلومة وتتوظفها. يعني ستحييد هذا V-N و هذا V-N. و ستفقى فلصها قيمة لها. لذلك ستقول لديك U-N تساوي. نحييده V-N و نضيف فلصها. واحد على ثلاثة في واحد على جوج أسئل. ثلاثة في واحد على جوج أسئل. نحييده V-N و نضيف فلصها قيمة لها. ثلاثة في واحد على جوج أسئل. ثلاثة في واحد على جوج أسئل. لديك U-N. كيف ترى أسئلة مترابطة. نحن إذا لقيت U-N في دالة F. سوف نحسب لديك U-N. حقنا القيمة U-N التي لقيتها. لكي تحسب لديك U-N المتتارية هندسية. قرار قوائل التي كتبتك في الدرس. الأساس الذي يتحكم. نحن نقوم بإمكانك هذا الأساس. و نحن نعرفه ما ينحر. واحد على جوج هي 0.5. يعني إذا قرأت القاعدة. أغلق الأساس محصور. ما بين ناقص واحد أو واحد. و القاعدة الساعة تقول لك. منك كل أساس محصور. ما بين ناقص واحد أو واحد. لما يجب لكم أسئل. يقوم بإمكانك 0. أنا أعرف هذه 0. وأعرف هذه 0. 0 في أي عادة 0. يقوم بإمكانك 1. ناقص واحد. ناقص واحد على ناقص واحد. ناقص واحد على ناقص واحد. إذا هذا الميت يقوم بإمكانك 1. ولكن هذا الميت لا يوجد. سأقوم بإمكانك التعليم. لأن الميت في بلوس 3.2. 1 على جوج. والسئل تساوي 0. لماذا تساوي 0؟ لأن الأساس الذي هو 1 على جوج. محصور. ما بين ناقص واحد أو واحد. هذا الميت يقوم بإمكانك. ما بين ناقص واحد. ما بين ناقص واحد. ما بين ناقص واحد على ناقص واحد. ستقسم واحد. ستقسم واحد. سوف تساوي كما تقوم بإمكانك. ما بين ناقص واحد على كما تقوم بإمكانك. يبقى لدينا في الميت. ناقص واحد على واحد. ثم ازائل واحد على كما تقسم. رحكاة. الناقص هو السابق اليوم. يعني هذا بالنسبة لك بإمكانك. هناك العدد على بلوس 3.2. بإمكان بإمكانك. يعطينا 0. يعني ما سيقع لك؟ سيقع لك 1 على 1 وهي 1. ودائما التعرير لأن 1 على 1 هي 1 على 2 تساوي 0. إذن هذه الخدمة أخر سؤال هو الحصوب المجموعة هذا مجموع غير المتتالية هنلاسية وهذا مجموع غير المتتالية حسابي. نرى القواعد التي لدينا في الدرس. إذا أريد أن نحسبه مجموع حدود متتالية هنلاسية بحالة هذا VB وهذا VN القاعدة تقول لك VB إذن V 0 سيبدأ في كسر 1 ناقص أساس 1 ناقص أساس الأساس الفوق هني نقوم بأس والأس والأس كاتب لك في القاعدة L ناقص B زائد 1 وهما عدد الحدود الآن عندك إنتهي 10 ناقص B هي 0 زائد 1 هي القاعدة لقد إتراج إلى الآن سوف نحسب وعندما نحسب لن نحسب لن نحسب غير المتتالي هي 11 نضيف التبصير 1 على 3 هذا هو المقام يجب أن يضع 1 على جوج وفوق 1 1 على جوج 1 على جوج 1 على جوج 1 على 3 1 على 1 و يبقى كل شيء مضروب 1 على جوج 11 هي جوج على 3 عامل لي 1 ناقص 1 على جوج 11 يتخليها بحرقة يتحسبها بكاكوب و تضع لنا القيمة إذا تضع لنا مجموع دين المتتالية حسابية نقرر القاعدة اللي كلينا في الدرس القاعدة اللي كلينا في الدرس تقول لك VB زائد VN عامل لي N ناقص P زائد 1 على جوج أنا بالنسبة لي هذه VB و هذه VN V0 زائد V10 عامل N ناقص P زائد 1 ناقص P زائد 1 كل على 2 ناقص P في التمرير VN تساوي J و هذه المعلومة كانت على نفس سؤال VN بدلالة N هذه التي ستعوني كيف ستعودني؟ إذا أردت V0 سأعود N بزيرو جوج زائد 0 ستساوي جوج وإذا أردت V10 سأعود N ستساوي V10 ستساوي 12 سوف أردت الساعة التطبيق العدد V0 هي جوج V10 هي 12 10 ناقص 0 زائد 1 11 الكل على 2 سوف نحسب هذا الشيء في كالكري سوف تفقد لنا 7 و 70 وسألنا الدلالة للظماء للبقى إذا كان لديكم المجموعة في N هنا لا تغيره في البلاس 10 سأعود N صاف كانت عندك هنا N سوف تحسب Vn سوف تضع جوج زائد N يعني نرمكي شخصي نفتره